عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وزير الطيران المدني السامح الحفني وذلك لمتابعة موقف أعمال التطوير الجاري بمطاري برج العرب والعالمين الدوليين وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بمطار برج العرب والعالمين مطلع شهر نوفمبر المقبل مؤكدا على جاهزية المطارين للتشغيل الفعلية وأكد الحفني أنه مع بدء تشغيل المبنى الجديد ستصل الساعة الاستعابية الكلية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا فيما تستهدف أعمال تطوير مطار العالمين الدولي في زيادة طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويا